موسيقى مجزو السادسة صباحا من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية من أخبار ليبيا حيث قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن بلاده تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا وأثنى نورلاند في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح الخميس بمقر المفوضية في طرابلوس أثنى على المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية للانتخابات مشيرا إلى رغبة الليبيين في مغادرة القوات الأجنبية البلاد نشعر بقدر كبير من الإحباط في الشارع الليبي وبين الليبيين الذين نلتقي بهم لأن تلك الانتخابات لم تجرى بعد ونحن نشاركهم هذا الإحباط وهكذا نرى أن المناقشات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أساس دستوري للتوصل إلى نتيجات ناجحة لحظة تقترب بسرعة وستكون مهمة حقا على المسار الأمني أجرين مناقشات مثيرة للغاية وهناك شعور واضح بأن الليبيين يريدون حقا رؤية تقدم في مسألة مغادرة المرتزق الأجانب والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية في لبنان حدد رئيس مجلس النواب اللبناني الخميس المقبلة موعدا آخر لجلسة جديدة لاختيار رئيس للبلاد وذلك بعد فشل البرلمة للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشيل عونة بعد تعبر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمة اقتصادية متعددة الجوانب وتسارع الحكومة للبحث عن بدائلة لمجابهة الأزمة الاقتصادية منذ انفجار مرفاء بيروت وانهيار المصارف في حين تتوجه الأنظار نحو استخدام احتياطي الذهب كحل ضرفي قال مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكيف قدراته لزيادة سرعة تحرك العسكري ونقل المعدات والقوات داخل الاتحاد وأشار بوريل إلى ضرورة القدرة على نقل القوات بسرعة من جزء من الاتحاد الأوروبي إلى آخر خاصة من الغرب إلى الشرق وإلى الحدود الخارجية للاتحاد ووفقاً للمسؤول الأوروبي فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في زيادة سرعة التحرك العسكري ليس فقط مع الناتو ولكن أيضاً مع الشركاء لسيماً مع أوكرانيا ومولدوفا ودول البلقان لقد تغيرت البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير يجب أن يكيف سياستنا الدفاعية مع البيئة الجديدة كما يجب علينا تكييف نظام التنقل الخاص بقواتنا حتى نتمكن من نقل ونشر قواتنا العسكرية بسرعة هذا الأمر بالغ الأهمية لدفاعنا في الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات النصفية حيث تشير آخر الأرقام إلى تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتدام المنافسة في مجلس الشيوخة وحصل الجمهوريون على 49 مقعداً مقابل 48 للديمقراطيين في مجلس الشيوخة ويحتاج كل من الحزبين إلى الضفر بمقعدين إضافيين على الأقل كي يتمكن من الحصول على الأغلبية ومن المتوقع أن تحدد نتائج ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا من سيفوز بالمجلس في حين ستجري جولة ثانية من الانتخابات في جورجيا بعد فشل المرشحين الديمقراطي والجمهوري في تخطي حاجز 50% ختام الموجز وتبقى روابطنا الإلكترونية الظاهرة أسفل الشاشة في الخدمة اشتركوا في القناة